اشتركوا في القناة حيث اشارت الى ان حزمة المساعدات ستصل الى اوكرانيا بحلو منتصف عام 2024 وكجزء من المساعدات سيتم انفاق 260 مليون يورو على ذخيرة المدفعية و240 مليون يورو على ذخيرة الدبابات هذا ستواصل هولندا تقديم المساعدة العسكرية لاوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا ايضا يذكر ان حرس الحدود الاوكرانيين تركوا شحنة من المعدات الطبية من هولندا حيث يتم توفير هذه المستشفيات المتنقلة من شركة هوست بينير كجزء من البرنامج الحكومي وبتنصيق من سفارة هولندا في اوكرانيا لتعزيز القدرات الطبية لقوات الدفاع الاوكرانية خلال الحرب الروسية الاوكرانية وكما ورد سابقا ستزود هولندا اوكرانيا بصواريخ لانظمة الدفاع الجوي باتريوت للمساعدة في الدفاع لصدد الضربات الجوية الروسية وفي ايبريل من هذا العام تلقت اوكرانيا من استطيع اطلاق صواريخ باتريوت وعددا غير محدد من الصواريخ المضادة للطائرات من هولندا كجزء من المساعدة العسكرية وستتسلم اوكرانيا ايضا مجموعة من المركبات المدرعة واسلحة المدفعية كجزء من برنامج المشترك بين جمهورية التشيك والدينمارك وهولندا وعلى وجه التحديد ستشمل توريد دبابات اضافية ومدافع الهاوتزر والاسلحة الصغيرة ومركبات المشات القطالية ومعدات الدفاع الجوي والحرب الالكترونية او الذخيرة من شركات الدفاع ايضا اكدت السويد رسميا نقل ثمانية انظمة مدفعية تاتية الدفع من طراز ارشي الى اوكرانيا حيث الان تركت قوات الاوكرانية في كييف ثمانية مدافع ذاتية الدفع وستصل اربعة مدافع هوتزر اخرى في المستقبل القريب ايضا تعد الولايات المتحدة الامريكية حزمة جديدة من المساعدات العسكرية بكيمة 425 مليون دولار للكوات الاوكرانية وستشمل زخائر موجهة بالليزر لمكافحة الطائرات بدون طيار حيث ستشتري القوات الامريكية هذه الانظمة مقابل 300 مليون دولار وتسلمها للقوات الاوكرانية في اطار برنامج المساعدات العسكرية الامريكية لاوكرانيا بالنسبة لبقية المبلغ ستنقل الولايات المتحدة الى القوات المسلحة الاوكرانية ذخيرة لانظمة الصواريخ المضادة للطائرات ناسامز اضافة الى امارس والمدفعية بالاضافة الى انظمة الطاو المضادة للدبابات والغام كليمر مضادة للافراد والاسلحة الصغيرة والشاحنات وبالمناسبة لن تكون هناك صواريخ باليستية اتاكامز في الحزمة الجديدة ايضا اضافة الى ما ذكرت في احدى الفيديوهات التي انشرها حول الحرب بين روسيا واوكرانيا والمساعدات الالمانية لاوكرانيا نشرت المانيا مساعدات عسكرية جديدة ستنقل اثنى عشر ناكلة جند مدرعة بالاضافة الى الاربع التي تنقلها سابقا رادارين من طراز TRML4D لمراقبة المجال الجوي ايضا كانت قد سبق وتم نقل اربعة سبع طائرات استطلام بدون طيار من طراز بريموكو وان نظامين للدفاع عن نفس لطائرات الهليكوبتر AMPS خمس مركبات سطحية بدون طيار بالاضافة الى خمسة عشر مركبة تم نقلها سابقا اثنى عشر شاحنة اربع جرارات واربع مكتورات اضافة الى اثنين وثلاثين محطة فضائية لساتكوم من ضمن عدد اجمالي مائتين وثلاثين محطة عشرة الاف نظارة واقعة من مغزونات الجيش الالماني والمستودعات الصناعية اضافة الى ثلاثين الف طاقم من الزي الشتوي اما بالنسبة لفرنسا فقد قامت شركة MBDA بالتعاون مع البحرية الفرنسية باختبار نسخة جديدة من صاروخ اكزوسيت المضاد للسفن تهدف اختبارات الصواريخ المضادة للسفن MM40 على متن فرقاطة متعددة الاغراض من طراز اكوانتين الزاس في البحر الابيض المتوسط الى تأكيد فعالية الاصدار الجديد من الصواريخ المضادة للسفن وقبل كل شيء صاروخ موجه بالرادار لنشرة المحدث الرأس بالمناسبة بعيدا عن اوروبا اكد مجلس الشيوخ الامريكي يوم الخميس تعيين الادميرال ليزا فرنسيتي قائدا للبحرية الامريكية حيث اصبحت فرنسيتي اول امرأة تتولى هذا المنصب وايضا هي اول امرأة تعمل في هيئة الاركان المشتركة اما في بحر البلطيك فقد حذرت موسكو من عواقب اغلاق بحر البلطيك امام روسيا حيث قال نائب وزير الخارجية الروسي ان ممثلين نيتو يدركون ان اغلاق بحر البلطيك امام روسيا يعني اغلاقه في وجه الجميع ولا يتحدث عن البحر الداخلي للناتو الا الساسة الخفيفون اما وقد اشار نائب وزير الخارجية ان اشخاص الذين يتخذون القرارات في الناتو والاستراتيجين العسكريين يدركون جيدا ان اغلاق بحر البلطيك امام روسيا يعني اغلاق بحر البلطيك امام الجميع حصلت قوات الدفاع المجارية على نظام صواريخ أرض جو من طراز ناسمس قال وزير الدفاع المجاري أنه لا توجد فياضة وطنية ولا أمن ولا دفاع فعال عن الوطن دون أنظمة دفاع جوي أرضية تعمل بشكل جيد وقال مع اليوم تصبح المجار أقوى حيث تمتلك قوات الدفاع المجارية الآن القدرات اللازمة لتعزيز أمن وحماية المواطنين المجاريين والأصول المجارية بشكل كبير قد حصلنا على نظام صاروخي جديد ومتطور للدفاع الجوي والذي سيكون حجرة زاوية في القدرات المحولة والمسلحة بالكامل للجيش المجاري في الكرن الحادي والعشرين حيث أن نظام صواريخ الدفاع الجوي ناسمس بما أنهم قد حصلوا عليه أكد أن الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في الرابع والعشرين من فبراي الفين واثنين وعشرين أثبتت أهمية الحصول على هذا النوع من الدفاعات أو أنظمة الدفاع الجوي وقال أن هناك أربعة عشر دولة اعتمدت هذا النظام بما فيها ألوية المتحدة الأمريكية وأستراليا وتشيلي وأسبانيا وليتوانيا وسلطنة عمان وقد أثبتت فعاليتها في بعض المعارك وهذا وقد أشار إلى أنه ستصل وحدتي من هذا النظام الدفاع الجوي هذا العام ومن المتوقع وصول وحدات إضافية ربما خمس وحدات في العام المبل والإضافة إلى ذلك وصلت جميع معدات التدريب التكملية اللازمة والمعدات التشغيلية لهذا التدريب وبعضها في طريقها إلى المجر للتدريب على هذه الأنظمة وأضاف أن نظام النسم سيتم استخدامه من قبل فوج صواريخ الدفاع الجوي جيور ليحل محل نظام الحقبة السوفيتية بنظام مشتريات حديث وأضاف أنه واثق بأن هذا الفوج الاستثنائي والمدرب تدريبا عاليا والمسلح بقدرات الكرن الحادي والعشرين سيواصل الخدمة بنجاح هذا وأوضح كيريلون نائب رئيس شركة كونزبرد وهي شركة صناعية دفاعية ناروجية خلال حفل أن المجر أصبحت الدولة الثانية عشر في العالم التي تحت بأمن مجالها الجوي لنظام صواريخ الدفاع الجوي ناسمز حيث ستصبح المجر أيضا دولة عضو أول دولة عضو في النتو تمتلك صاروخ دفاع جوي واسع النطاق A-M-R-A-M-E-R نحن نفخر بشدة وقال نحن نفخر بشدة بحقيقة أن ناسمز يحمي السماء وينقذ الأرواح ويحمي البنية التحتية الحيوية كل يوم إذن أحبائي هذه عين من الأخبار الواردة من أوروبا الأخبار العسكرية تحديدا أبرزها انضموا إلى القناة تابعوا قناة وادعوا أصدقائكم للانضمام إلى القناة وأنا أشكركم لوقتكم لثقتكم ولمتابعتكم وأدعوكم إلى مشاهدة بقية الفيديوهات الموجودة على القناة المتعلقة بالحروب وأجدد دعوة لكم لمشارة القناة مع أصدقائكم لينضموا إلينا ويشاهدوا هذا المحتوى شكرا لكم لوقتكم ولمحبتكم وثقتكم وإلى اللقاء بفيديو آخر قريبا شكرا لكم شكرا لكم